حاضر النهاردة فيه سبع إصابات جديدة في المنتخب التونسي في معاس كاروف في الكاميرون سبع إصابات جديدة وكان عندهم خمسة عندهم كورونا يعني الإصابات الجديدة علي معلول لعب الأهلي أيمن دحمن غيلان الشعلاني محمد علي بالرمضان وحب الخزري كمان نجم الفريق وعلي الجمل محمد أمين بن حميدة دول سبع جداد في المنتخب التونسي عندهم كورونا بالإضافة للخمسة الأدام دي لان برون ويوهان تسجار وإسامة الحددي ونعيم السليتي وإصامة الجبالي فيه واحد بس خف اللي هو محمد دراجر يعني فيه حوالي 11 لعيب مصاب بالكورونا في معسكر المنتخب التونسي وعندهم طبعا المباراة القادمة مباراة مهمة جدا 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 المنتخب التونسي